أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية ناديا فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا هذه المحادثات كانت مناسبة للوزيرين للتترق إلى الدينامية الاقتصادية بكل من المغرب وفرنسا وكذا تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين روابط الصداقة المتينة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين يمكن أن تكون نموذجا للتعاون بين ضفتي المتوسط وفي هذا السياق يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة السيادة الطاقية والتي تنطوي على توفير الطاقات النظيفة والطاقة المستدامة سواء للساكنة أو القطاع الصناعي هذه المباحثات تناولت آفاق الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب وكذا تعاون البلدين مع أوروبا وإفريقيا هذا وصلتت وزيرة الاقتصاد والمالية الضوء على علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مبرزة أهمية أخذ الرهانات الجيوسياسية والاجتماعية والمجتمعية التي يتعاين رفعها في الاعتبار بالنسبة لكل من المغرب وفرنسا اشتركوا في القناة